نتعمى قصة شوي بموضوع العدسات ونفهم ايش العدسات المخصصة للكروب فريم والعدسات المخصصة للفل فريم بالنسبة للكانون رح تلاقي احواف EF قبل البعد البوري للعدسة مكتوبة او في علامة ثانية وجود نقطة حمراء على العدسة من تحت وباستخدم رمز EFS للدلالة على الكروب فريم مع وجود مربع ابيض بدل النقطة الحمراء وعفكرة نفس النقطة والمربع بتلاقيهم على بودة الكانون حتي يسهل عليك شو نوع العدسات اللي بتركب على كاميرتك فاذا موجود عليها مربع ابيض ونقطة حمراء معناته كاميرتك بتقبل النوعين من العدسات اما اذا عليها نقطة حمراء بس فكاميرتك ما بركب عليها الا عدسات الفل فريم وننتقل لعدسات كانون الجديدة خاصة بكاميرات من الميرورلس صاروا يستخدموا رمز R بدل E فصار رمز RF بدل على عدسات الفل فريم الخاصة فيهم والRFS دلالة على الكروب فريم مع وجود شحطة لون احمر للدلالة ان هاي العدسات بتركب فقط على كاميراتهم من الميرورلس هاي النقطتين بالنسبة للكانون بالسوني مرايحين حالهم F E معناته فل فريم هاي اللي هي فل فريم E ماونت اذا ما في F معناته اي كروب فريم بتلاقي بس حرف E سوني E 1850 مفهب النكون موضوع مبسيط زي السوني اذا العدسة عليها رمز DX فهي العدسة كروب فريم اما اذا ما عليها احرف فهي مخصصة للفل فريم لكن مرات في الوصف والعنوين بتلاقي رمز الFX لان هذا الرمز نفسه باستخدموه على بودي كاميرات النكون الفل فريم بالنسبة لعدساته من الميرورلس من نكون باستخدمو حرف Z للدلالة عليها فوجود رمز Z DX معناته هاي كروب فريم للميرورلس وعدم وجوده معناته هاي العدسة فل فريم لكن بدك تنتبع لانه اذا اشي مهم جدا انه انت اذا كاميرتك فل فريم يفضل انك تشتري لها عدسة فل فريم خصوصا بالكانون بالكانون في زي اين ما بتقدر تركبه مع بعض لكن بالسوني واتوقع بالنكون تقدر تركب العدسة لكروب ع كاميرا فل لكن بصير في شوية مشاكل بالصورة بتطلع على الصورة حوليها فينيت اسود ليش هذا الاشي بصير يالية؟ بنابدا اول اشي بانه الصورة بتطلع من العدسة على شكل دائرة مش مستقيل مثل ما انت بتشوفها فعدسات لكروب فريم مصممة حتى تطلع دائرة على قد حجم السنسور لكروب فريم بالضبط فاذا ركبنا هاي العدسات على سنسور فل فريم رح تظهر الصورة اصغر من السنسور والنتيجة تكون الصورة عبارة عن دائرة مع حواف سودة نجرب نعمل العكس نركب عدسة فل فريم على سنسور كروب نفس المبدأ عدسات الفل فريم بتطلع دائرة صورة كبيرة على قد سنسور الفل فريم فلو ركبنا هاي العدسات على سنسور كروب فريم السنسور رح يكون اصغر من الدائرة ورح يشوف جزء مكسوس من الصورة فبتهيألك إنه الكاميرا عملت زوم من حالها تقريباً بنسبة واحد ونص وبناءً عليه العدسة الخمسين ميلي الفل فريم إذا ركبتها على كاميرا كروب فريم بتبين إنها عملت زوم أكثر ويكأنها صارت خمسة ثمانين ميلي متر هاي الواعد فاصلة خمسة أو واحد فاصلة ستة بنسميها عامل لاختصاص بالإنجليزي الكروب فاكتور وهذا العامل بساعدك تنتبه إنه إنت البعد البوري تعدسك مثلاً هاي 17 ميلي متر هاي فل فريم هاي ها نقطة حمرى كانون ركبت على كروب فريم اللي هي 77D لما أفتح الصورة رح تبين إنها مزومة أكثر من 17 ميلي تقريباً بمقدار واحد ونص فبتصفي كانها 25 ميلي أو 28 ميلي متر طيب هذا الإشي بيش بفيدني ليه إذا إنت بدك تصور أشياء كثير بعيدة مثلاً زي مصورين الحياة برية لا يفضل إنك تجيب فل فريم يفضل إنك تشري كروب فريم مشان تستغل هذا الموضوع وتحس إن الكاميرا عملت زوم لحالها هاي النصيح اللي بدك تنتبه له حبيبي حتى ما توقع في مشاكل بعدين لما تشتري عدسات وتركبها على كاميرتك لكن رح تواجه مشاكل فانتبه إلى هاي النقطة